يوم الخميس الاهل والزمالك طبيعي قمة طبيعي خلص الماتش اربعة واحد طبيعي تاني اربعة وليل كان ممكن يخلص خمسة يخلص ستة يخلص سبعة كان الماتش ده ممكن يخلص يعني سكور ما حصلش يعني قبل ما اتكلم عن الماتش حضراتكم نوجه تحية لمجلس ادارة النادي الاهلي كابتن محمود خطيب وعضاء مجلس الادارة والاجهزة الفنية مش هتكلم على رياضة بس كورة لا هتكلم على كل الالعاب في النادي الاهلي السنادي السنادي الاهلي يا جماعة مش خد دوري واخد سبعة وعشرين بطولة تاني سبعة وعشرين بطولة مش واحدة نتكلم على قدر نتكلم على طيرة نتكلم على سلة نتكلم على يد وغير 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 سبعة وعشرين بطولة هذا العام هذا العام هو موسم تاريخي للنادي الاهلي مش القدم في ألعاب أخرى الأهلي مكتسح فيها بس طبعا الإعلام بيركز دائما على كرة القدم إيه اللي حصل ده هل هناك فريق في أفريقيا أو أسيا أو في قرات أوروبا والأمريكية خد فريق أنا بتكلم على فريق واحد خد في سنة واحدة سبعة وعشرين بطولة ربما يكون في فريق أو اثنين أو ربما ما يكونش فيه أصلا يعني بطولة قرية أهلي بطولات اللي جوه كلها أهلي واللي جنبها أهلي واللي حواليها أهلي ده معناه إيه معناه العمل لأ انت عندك منظومة رياضية بتركز شغلك مليكش علاقة بالآخرين ما تبصش فلان بيعمل ولا الفريق الفلان بيعمل ولا لا 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 ده مش الأهلي الأهلي يشتغل عنده هدف إيه الهدف البطولات أسعد جمهوري مليوش علاقة بمين عمل إيه ومين لا لا خالص مجلس الإدارة كابتن محمود الخطيب طول الوقت أولا لا تسمع الخطيب بتكلم على حد ما تكلمش على حد الخطيب خطيب بركز على الشغل بالمناسبة سنتين اللي فاتوا والزمالك بيفوز بالبطولات كنت تسمع حد الكابتن الخطيب بيطلع يتكلم على حد أبدا مجلس الإدارة بيتكلمه على حد أبدا لعيبة أبدا احنا كنا نطلع في الإعلام هنا نهاجم بمنتهى القوة أنا واحد أنا هتكلم عن نفس كنت بطلع هاجم مجلس الإدارة وهاجم الفريق بمنتهى القوة واللعيبة كل واحد كل واحد كنت بطلع هنا على الهوى ولكن ايه مصلحتنا ايه هي النادي الأهلي ملناش علاقة بالآخرين يعني ما اطلعش اتكلم عن فريق المناسب أبدا ولا غيره اتكلم عن نادي الأهلي أنا عايزي الأهلي ده يعد المرحلة الصعبة سنتين اللي فاتوا كنا بنشغل على كده لا ليه علاقة بسين أو صوت ليه علاقة بالنادي مش عاجبني كانش عاجبني أنا عايزي يبقى النادي اللي هو النهاردة اللي هو يدخل يأخذ بطلات كلها إنما خسر وخسر وخسر لا نزعل ونغضب ونطلع على الهوى زي ما كنا بنعمل عشان كده النادي الأهلي هو كده النادي الأهلي النادي الأهلي النهاردة بيركز بيجيب أحسن لعيبة عايزي اللكر كم يوم اللي جايين هتسمعوا عن مفاجآت في صفقات كبيرة جدا مش صفقة اللي انتو بتقولوا عليها لا غيرها كمان يمكن في واحدة ولا اتنين كمان فوق يعني احنا مش تاني بقول مش هنستوعب كمان اللي بيحصل وقل الهلي بيشتغل كده الهلي مركز عايز ايه وعايز عنده فريق بلعب وعنده فريق بره احتياطي يعني اي حد مكانه اديانج هتلاقي مكانه بديل حمد فتحي ميشي هتلاقه مكانه اتنين كمان غيره تلاتة محمد هاني هتلاقي جنبه واحد واثنين علي معلوله هتلاقي في المكان بتاعه واحد واثنين الشنوه هتلاقي واحد واثنين واكذا في كل مكان كهرباء هتلاقي واحد واثنين الشحات هتلاقي معاه واحد واثنين قندوسي واحد واثنين هو ده الاهلي الاهلي هو الاهلي يركز احنا عايزين بطولات ازاي هنجيب بطولات ازاي اشتغل ازاي عشان كده لما منقول نادي عظيم منقول نادي عظيم عشان اللي قدامكو دول الأبطال اللي هما يسعدوا الملايين حول العالم مش في مصر ولا القارة حول العالم الأبطال دول إعلام بيساند النادي الأهلي نعم من غير ما يوجه الشتائم لحد إعلام يساند النادي من غير ما يشتم حد ولا هوش علاقة بالآخرين وإنت عشان كده تبقى سعيد قوي وإنت بتشجع النادي الأهلي وتبقى فخور قوي وإنت بتشجع النادي الأهلي أهل لما تيجي تتكلم على موسم تاريخي للأهلي هذا العام ترفع لقبعة تحيي كل الرجالة لقدامك دول وكل الألعاب الأخرى بتكلم على جميع الألعاب الذين حققوا بطولات هذا العام بتكلم على 27 بطولة مش بطولة واحدة 27 بطولة كل الألعاب اللي حققت هذا العام يبقى دول يستحقوا مين في الأول مجلس إدارة برئاسة كابتن محمود الخطيب رجل خلوق كابتن خطيب طول عمر حتى هو لاعب يعني خطيب حتى هو لاعب ميركز في شغله ميركز في اللعب ميركز يبقى هداف يركز ياخد الكرة الزهبية أول واحد ياخد كرة الزهبية كابتن محمود الخطيب ونحن لسه كده بندورك خطيب غلاء أغلفة وسائل الإعلام العالمية خطيب كرة الزهبية أول حد في تاريخ مصر ياخد كابتن محمود الخطيب للكبل الفرنسية أنا فاكر كويس قوي الغلاء بتاعها صفحة كاملة محمود الخطيب ثلاثة وتمانين يمكن ثلاثة وتمانين تقريبا وغير وغيره خطيب في حياته خد انذار واحد لأنه خلوق خطيب ما يعرفش يعرف حاجة واحدة ركزوا بالشغل سنة لفاتة